اشتعلت حرب التصريحات بين لجنة التمكين ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم الذي صرح بعدم تسلم الوزارة لأي من مستردات لجنة التمكين ونفى جبريل في المؤتمر الذي عقده مؤخرا تسلم وزارة المالية من لجنة التمكين أي دولار واحد نقدا ليرد هذه المرة عضو اللجنة وجد صالح في لقاء تلفزيوني ويصف حديث جبريل بغير الدقيق ويؤكد أنهم في لجنة التمكين سلم وزارة المالية 6 ملايين دولار عدا ونقدا وغيرها من الملايين التي تتطلب من وزارة المالية التصرف فيها ليأتي الرد هذه المرة من جبريل كما تناقلته وسائل إعلام مختلفة ويتحدى وجدي بإبراز إشعار التحويل لخزينة وزارة المالية وزارة المالية ترفض استلام أموال لجنة التمكين لأنها لا تقر طريقة الاستيلاء عليها دون أن ينظر فيها القضاء وهو ذات السبب الذي دفع اللجنة لتحريك إجراءات قانونية ضد أحد الوزراء لوزارة المالية لوائح وقوانين صارمة إضافة لقوانين المراجعة الداخلية والمراجع العامة والتي كلها تعمل على ضمان ولاية المالية على الأموال وقانونيتها هذا النفي لم يقتصر على وزير المالية جبريل فحسب بل كل الوزراء الذين شغلوا منصب وزارة المالية في الفترة الانتقالية أكدوا على أن اللجنة لم تسلم الوزارة دولارا واحدا الأمر الذي أثار التساؤلات والانتباه لغياب الشركة القابضة لإدارة الأموال المستردة التي أصدر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قرارا بتكوينها في فبراير الماضي ورغم عدم قانونية الإجراء والذي يشكل تجنيبا للمال من باب آخر وصدور قرار من مجلس الوزراء بهذه الشراكة إلا أنها لم ترى النور بعد مما يعني أن هذه الأموال المستردة ما تزال بيد لجنة التمكين وبحسب بيانات اللجنة الرسمية ومؤتمراتها الإعلامية أنها تضع يدها على أموال مهولة بحسب تصريح وجدي وبحسب المراقبين فإن استمرار تجاهل الحكومة الانتقالية لما يقوله وزراء المالية سيترتب عليه أضرار كبيرة على هذه الأموال وعلى اللجنة نفسها ما سيترتب عليه دعاوى تكلف الحكومة الانتقالية ما لا قبال لها به وما لا تحتاجه من اختصام أمام المحاكم في مقبل أيامها كل ما سبق يثير التساؤلات في مصداقية لجنة التمكين ومصير الأموال المستردة ترجمة نانسي قنقر